الخبير العسكري والاستراتيجي أهلا بك معنا سياد اللواء تابعنا إذن هذه الصور في البداية كان هناك استهداف لدبابتين وكان هناك استهداف مزدوج كما ظهرت في الصور تعليقك بداية على أول ما تم عرضه يعني نشاهد الفيديو في البداية هاي الآن دبابتين السهم الأحمر يشير على الدبابة وليس الدار الحمر على الشباك شباك المدرسة يعني واني شارد على أدالة هاي الرامي الأول هاي الهدف مسافة قريبة من مكان مرتفع هاي الآن لاحظ الآن هذه من منطقة مفتوحة وخلف خطوط التواب الآن أين المناطق المفتوحة؟ هذه قرب السياد كيف خرج بعد تسعين يوم إذن الأنفاق الهجومية لا تزال فاعلة وعاملة يعني السؤال لكن لافت أن التوغل جيش الاحتلال تجمع كبير للآليات وكأنهم آمنون يظنون أنهم آمنون في هذه المرأة هذه المنطقة تعتبر منطقة خلفية ومنطقة آمنة ويبدو أنها قريبة من السياج الآن ظهر من أحد الأنفاق الهجومية يعني الأهم في الموضوع أن كل هذا القصف ولا تزال الأنفاق تؤدي الغاية التي وجدت من أصلها من أجلها خرج من أحد فتحات الأنفاق وتم استهداف الآلية للمقاربة الأخرى هو يستخدم عبوات ضد الأفراد هذه إلى تصميم هندسي وهي مأخوذة عن بعض هذا السبب لأنهم كانوا خارج الآليات الآن كان هناك أربعة أشخاص على ظهر أتوقع النمر الآن هو المتاح له أو هكذا ارتأى استخدم حشوة هذا الحشوة تسمى ضد الأفراد وهي حشة من وجهها وإذا لاحظت سمعنا الصوت نقوله وجهها فهذه مأخوذة من بعض أنواع الألغام السوفيتي والأمريكية تكون المتفجرات مقوسة للداخل يكون فيها مواد إضافية براغي مسامير حاجات زيك أو كرات معدنية تفجر كهربائيا في معظم الحالات وتغطي مساحة بزاوي تبدأ من 45 درجة وتنفتح وتغطي بعض الحالات حسب الحجم والمسافة من نقطة التفجير قد تصل إلى 50 و60 متر أي فرد سيطاله شضية أو ما شابه ذلك تم عرض هذه عرض من نقطة الصف بعض المخلفات بعض المخلفات الملفث الانتباه هذه الصورة ويدوس العلم ويبدو أنها قطعة سلاح يعني إذا دققت في الصورة تجد هناك مقبض الرمي في هذه الصورة اجتباكات من مناطق قريبة في الاستهداف الأول سوف نتابع الصورة مرة أخرى المسافة أقل من 100 متر تقريبا لستهداف الدبابتين الأولوية نعم يعني الآن المدى الفاعل والمؤثر الماكسيمم 130 متر وبالتالي حتى تضمن إصابة قاتلة لديت دبابة ميركافة أربعة يجب أن تكون مسافة قريبة في هذه الحالات هو مختفي في أحد المباني من البرندة أو البلكونة أو الشباك استطاع أن يوجه ويقتنس هذه الدبابة والجميل في الأمر استهدف الدباب الأولى والرامي الثاني استهدف الدباب الثاني يعني بقذيفتين ياسين تكلفت مئات الدولارات تم تدمير دبابتين بما فيهما تكلفت 6.5 مليون دولار عن هذه اللقطة نتحدث ربما مسألة نعم يعني خلف خطوط التواغل وأعداد كبير تأثير هذه الصورة على جيش الاحتلال والاستهداف على جيش الاحتلال لا يوجد متر مربع آمن يعني أجيبك من النهاية الآن هذه منطقة تجمع آليات يجب أن تكون آمن ولا يمكن أن تتجمع عشرات الآليات ومئات الجنود في منطقة فيها أي درجة خطورة يعني يفترض أن يكون قبل هذه الحالة قبل التموض تم تدمير الأنفاق تم القضاء على كل شيء كان هناك تمشيط للمنطقة معرفة للمقاكل نعم نعم هذا ما أقول لك هذه المناطق الخلفية في المناطق الشرقية لمدينة غزة يفترض أنها آمنة إحنا اليوم دخلنا اليوم تسعين في هذه الحرب وإذا تحدثنا عن التسعين إحنا نتحدث عن تقريبا سبعة وستين ستة وستين يوم من المعركة البرية لأنه فارق أربعة وعشرين يوم فقط لا غير الآن قرب السياج وتجمع آليات ومئات الأفراد ويخرج المقاتل من أحد الأنفاق الهجومية التي لا تزال فاعلة وتؤدي الوظيفة التي أنشئت من أجلها ويخرج ويستخدم ليس قاذف إنما لا يأخذ قنبله عفوا حشوة ضد الأفراد يضعها وحتى زميله يرشده يقول له وجهها وجهها حتى تكون بالزاوي الصحيح عند هذه النقطة ربما جيش الاحتلال كان يروج على مدى الأيام السابقة بأنه قضى على كثير من الأنفاق اكتشفها وتم تدميرها وقضى على كثير من القدرات القتالية لحركة المقاومة الإسلامية حماس بالأمس كان هناك تصريح لجون كيربي يقول أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتقد بأن حماس ما زالت تحتفظ بحجم كبير من القوى العسكرية هل هذه الصور ربما تفسر هذه تجيب كيري يعني الآن بقاء حماس هو حماس فاعل وهو تناولها في أكثر من بعد واستخدموا مفردات سبق من تم استخدامها عندما نقول عن حماس نقول عن حماس فكرة مبدأ عقيدة وبالتالي الفكرة والمبدأ والعقيدة لا يمكن أن يقضى عليها يضاف إلى ذلك الفكرة والمبدأ والعقيدة هي ذات ارتباط وعلاقة بنشأة وثقافة الإنسان إذن هي مستمدة من ثقافة مجتمعية دينية ذات صبغة دينية هذا كان هذا لا يمكن نعم كفكر لكن هو تحدث أيضا عن القدرات العسكرية القدرات العسكرية الميدان يجيب يعني تحدث كيربي تحدث غير كيربي هذا الأمر لا كمحل لا يعميني أنا أتعامل مع واقع ميداني عندما أشاهد هذه الأفلام لو اجتمعت كل المسؤولين أجمع جنرالات العالم كلهم ويقول انتهت حماس أقول له حماس باقي لأنه أنا أشاهد بأم عيني هذه الدبابات تدمر هؤلاء الأفراد يقتلون هذه مهماتهم يداس عليها بالقدم إذن حماس موجودة إذن حماس موجودة في البعد العسكري حماس موجودة في البعد التنظيمي العسكري حماس موجودة في البعد السياسي الآن تنفذ اغتيالات تقتل هل حماس لم تفقد شهداء حماس فقدت شهداء هل غزة لم تدمر غزة دمرت لكن المنطلق الأساسي عندما يكون الهدف تحرير أرض وتحرير وطن الجزائر بلد المليونين شهيد لخمير الحمر قتلوا أربع ملايين في كمبوديا وغيرها إذن مدام هناك احتلال يكون هناك مقاومة المقاومة مرتبطة بعقيدة مرتبطة بأرض مرتبطة بعرض فيما يتعلق بتأثير هذا الاستهداف تابعنا أيضا الإخلاء الجوي الذي يتم بعد كل عملية الاشتباكات وكما تابعنا آثار الدماء على الأرض يتم الإخلاء الجوي وهناك تغطية مكثفة من الطيران لعملية الإخلاء تقريبا ما يعلن عنه جيش الاحتلال بأنه تم إخلاء أكثر من ألف جندي مصاب هذه الصور هل توحي لك بأنه بالفعل الاشتباك من نقطة الصفر يوقع تأثيرات كبيرة وعميقة الإصابة الإصابات أولا إما قاتلة وإما معظمها يدرج في إطار الإصابات الخطرة أو البليغة والحديث عن من يتابع بعض القنوات الإسرائيلية يتحدث عن فقدان الأطراف يجروا مقابلات لم أشعر بإيدي لم أجد إيدي لم رجل قدمي لأنه من مسافة الصفر وبالتالي يكون تأثير المكذوف الطلقة بغض النظر كانت من بندقية من 16 من كلاشنكوف من رشاش من عيار 7.62 تستكون الإصابات إما قاتلة أو تحدث ضررا كبيرا لهذا السبب يجب أن نلاحظ أن عملية الإخلاء تتم في عدة وسائل أهمها الإصابات الحرجة تغلى بالطائرات الإصابات الأقل يتم نقلها ووضحها في عربات النمر وعربات إيتان وبالتالي تحمل وتشحن ودعني أقول تشحن تشحن إلى بئر السبع وهناك يتم في المستشفى إعادة تصنيف هذه الإصابات وإخلائها للمستشفيات المقتصة هذا الأمر يعني طبيعة المعارك هذه صورة مجزأة عن منطقة ما يعني إذا أردت أن أسقط هذه المشاهد على معارك الوسط وليس معارك الجنوب معارك الوسط يوجد خمسة ألوية تقاتل في منطقة المخيمات وأعداد كبيرة جدا ويوجد ثلاث ألوية دروع لوائن مظليين إذا ذهبت للمنطقة الجنوبية يوجد خمسة ألوية في النسق الأول ولوائن في النسق الثاني تم إعاد لواء جولاني إلى العمل والآن تم الزج به في منطقة خان يونس وبالتالي علينا أن نتوقع إذا كانت تلك المنطقة يوجد فيها سبعة ألوية ماذا يعني حول شدة القتال أبعد من ذلك عندما يتم الزج بقوة كبيرة في منطقة محدودة ومعظمها مناطق مبنية تصبح هذه الكتل الحديدية أهداف سهلة ولكنها أهداف دسمة وبالتالي عندما يخرج للمقاتل من أي فتحة نفق هجومي في كثير من الحالات لا أقول كامل حتى لا يكون هناك تعارض عن أحاديث سابقة في بعظم الحالات يكون هناك هدف قريب في بعض الحالات قد لا يكون ذلك يكون الهدف بعيد عليه أن يسير مسافة 100 متر أو 200 متر عليه أن يستخدم مهارات وكنا نلاحظ كيف يتحرك المقاتل ويصل إذن أعداد كبيرة من الأهداف متواجدة في منطقة صغيرة هل تعلم أن القرارة وهي بلد صغيرة الآن وأنا أتحدث معك الآن يتم شن هجوم عليها بثلاثة ألوي من ثلاثة اتجاهات أي الثلاثة ألوي فرقة لوائي المدرعات واليوم الفرقة التي كانت نقودها رومل في الحرب العالمية الثانية كانت تقطع 100 كيلومترات في اليوم الواحد في الأرض الفرنسية لم يتم إختراق كبير في كثير من المناطق في غلاف خان يونس ما زلنا نتكلم عن مناطق الصراع فيها أو الاشتباكات فيها مستمرة منذ فترة وهنا سؤالي عن الأعداد نحن نلاحظ أن الآليات كثيرة عدد الجنود فيها كبير المستهدف بينما المهاجمين عددهم قليل نحن نتحدث عن فردين في كل عملية تقريبا نظام العمل وسأذهب إلى المنطقة الشمالية في الدرج في التفاح في الأجزاء الغربية من الشجاعية في جبل السيد هناك طبيعة العمل مختلفة وبدأ يعني آلية العمل بدأنا نلاحظ أن هناك آلية مختلفة صار يعتمد نظام الكماء الكمين كذلك أعداده متباينة حسب طبيعة الهدف المتوقع التعامل معه قد يكون الكمين من فردين قد يكون من ثلاث أفراد قد يكون من خمسة احتلال يعترف في 24 ساعة الأخيرة بأن هنا عدد المصابين 19 بناء على ما نتابعه والأعداد التي تتمركز وتم استهدافها كيف تنظر لهذه الأرقام؟ يعني ما أعتقد أنه يقدم الحقيقة ولن يستطيع أن يقدمها هو يقدم جزء مما يجري ومن الحصاد اليومي وبالتالي سيكون هناك تصريحات لاحقة كذلك هناك عدة نقاط من الذي يتم الإعلان عنه؟ قرأت كثير من التقارير بغض النظر عن موثوقيتها وعدم موثقيتها لكن هي لنضعها في إطار التساؤل وتخضع للتحليل كثير من التقارير أشارة بأن هناك مزدوجي الجنسي لا يتم الإعلان عنه وأعطيت أرقام طلعت على هذه التقارير بلغ الرقم الإجمالي للمقاتلين مزدوجي الجنسي تسعة وعشرين ألف مقاتلين لا أقول جروحه أو قتله أقول التقرير الذي الطلعت عليه مجموعة الأرقام كاملة بحدود تسعة وعشرين ألف وبعض المئات في نفس التقرير يشير أن مزدوجي الجنسي لا يعلن عنه هذا رقم واحد النقطة الأخرى هناك تصنيفات داخل الكيان لا يعلن عن شرائح معينة من المجتمع يعلن فقط عن ذو العيون الزرقاء أو الخضراء أما إذا كان العين بني حتى لا أسمي جهات معينة ويكون الكلام لا يعلن عنهم لا بل أبعد من ذلك في كثير من الحالات يتم تقديم عرض لأهل القتيل حتى لو كان عيونه زرقاء إذا يقبلوا بمبلغ معين لا يعلن عنه إذن من يعلن عنه كقتله هم من فئة شريحة محددة من المجتمع في الكيان الإسرائيلي وأهلهم لم يقبلوا بالتعويض هذا خراته في العشرات من التقارير